معركة الرمادي على الأبواب إذ باتت القوات المشتركة المؤلفة من القوات الحكومية والشرطة ومقاتلي عشائر الأنبار على أعتاب المدينة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة منذ أيار الماضي وتتجهز لاقتحامها من ثلاثة محاورة بدعم من طائرات التحالف الدولي مصادر في قيادة عمليات الأنبار أكدت أن طائرات القوات الحكومية القت منشورات على العديد من أحياء مدينة الرمادي لمطالبة الأهالي المحاصرين داخلها بمغادرة المدينة خلال ثلاثة أيام تمهيدا لاقتحامها مضيفة أن المنشورات تضمنت أيضا ما يمكن اعتباره للإنذار الأخير للأسر التي ما زالت في الرمادي للخروج منها خاصة إلى منطقة الإحميرة جنوب الرمادي القوات الحكومية كانت قد وجهت إنذارا مماثلا لخروج العائلات وإلا فإنها ستواجه خطر الموت أو سيتم اعتبارها متعوينة مع تنظيم الدولة الذي لا يزال يحكم سيطرته على أجزاء واسعة من الرمادي وهو نفس السبب في تأخير عملية الاختحام بحسب المصادر حيث كانت القوات الحكومية عززت مواقعها وقطعاتها العسكرية على المحور الشمالي للمدينة بوصول المئات من أبناء العشائر كما أحرزت هذه الفصائل بالتعون مع القوات الحكومية تقدما على جبهتين في المدينة وطردت مسلحي تنظيم الدولة من حي التأميم وقاعدة عسكرية للقيادة على المشارف الغربية للمدينة فيما يحاول عناصر التنظيم الرد على هذا التقدم بهجمات استهدفت الجسور المؤدية إلى مركز المدينة وهو ما يعد أحد أبرز معرقلات اقتحامها